وفي يني شفق أيضا انطلاق أضخم مناورات بحرية في الشرق الأوسط بهدف ردع التهديدات انطلقت فعاليات ضخمة تسمى مناورات بحرية بالشرق الأوسط بين البحرين والأردن الثلاثة بمشاركة من القوات السعودية بهدف تأمين الممرات الملاحية العالمية وردع التهديدات وفقا لوزارة الدفاع السعودية وفدت الوزارة عبر حسابها الموثق بتويتر بانطلاق فعاليات التمرين البحر الدولي المختلط متعدد الجنسيات في البحرين والأردن بمشاركة القوات السعودية وتعد هذه المناورات النسخة الثامنة من التمرين IMX منذ انطلاقه أول عام 2012 وتعد الأضخم بحريا بالشرق الأوسط وفي تصريح متلفز نقلته الوزارة قال العميد هزاع بن معاضب الرويلي أحد قادة القوات السعودية يعد هذا التمرين من أكبر التمرين المختلطة في العالم وضاف تشمل منطقة عمليات التمرين مياه خليج العربي وبحر عمان وشمال بحر العرب والمحيط الهندي وخليج عدن والبحر الأحمر ويشارك في المناورة أكثر من خمسين دولة ومنظمة عالمية وفق الرويلي وتهدف المناورة بحسب الرويلي لتأمين ممرات الملاحة العالمية والحفاظ على حريتها والتدفق البحر الحر وردع التهديدات وضمان الاستقرار في المنطقة ورفع الجاهزية القتالية وتبادل الخبرات ولم يقدم المصدر تفاصيل أكثر بشأن القوات المشاركة كما لم يصدر عن البحرين أو الأردن معلومات بشأن انطلاق المناورات الأكبر بالشرق الأوسط